تعالوا الروح لجامعة تانية جامعة لازهر جامعة لازهر في فرعه فرع الجامعة بيئة المنصورة كان فيه وقع شعيرة ان طالبة غموا عنيها وراحت قابلت حبيبها داخل الحرم الجامعي وكان مقدم لها بوكي ورد وحضانها تم التحقيق مع الطالبة جامعة لازهر خدت القرار النهاردة قررت ايه توقع على الطالبة خلي بالك انت بتكلم على طالبة عن ده 18 سنة يعني لسه خارجة من الطفولة انجاز التعبير الامم المتحدة بتقول لك الطفولة حد سن 18 ولسه في رحلة المراهقة الجامعة لازهر خدت قرار بانها تفصل هذه الطالبة فصلا نهائيا من جميع جامعاتها من جميع كلياتها فصلا نهائي طبعا انا ضد الواقعة انا مش معاها لان ده لا يتصق مع طبيعة المجتمع الشرق المصر سبك ان احنا المجتمع عنده ازدواجية في المعايير وعندنا انفصام واللي انت بتوافق عليه فيه بترفضه في العالم بتعمله في السر ده جز من واقعنا واقعنا الشرق وواقعنا المصر بس انا في الاخر برضو ما انا لازم يعني العقوبة انا شايفها قصية يعني اكيد فيه في لائحة الجزاءات فيه اللوم فيه خصم درجات فيه اقاف سنة عن التعليم فيه اقاف سنتين فيه حاجات كتيرة يعني حرمان من الامتحان سنتين مثلا يا سيدي اقرص ودنها جامد اوي 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 اعتبرها اه عقوبة ليها والبقيت زميلات بس ان انت تنهي حياة علمية لطالبة في سن 18 يعني خلي بالك ده دي جامعة الازهر الاصل في الدين هو السماح المسامحة التسامح العفو الغفران ده ده الاصل في الاديان السماوية وانت جامعة دينية جامعة الازهر يعني انا اخدها اديها دروس في الدين اقول ان التجربة دي ما ينفعش تعمل هو انا بقولك ما توقعش عليها عقوبة اوقع عليها عقوبة احرمها من الامتحان سنتين هو انا بقولك ما تاخدش عقوبة بس انا بقرر اهو بعيد ان انا مش مع الفعل بالعكس انا بقولك انزل عليها عقاب راضع بس ده حكم بالاعدام يعني ان انت بتوني حياة علمية لطالبة عشان كده انا بناشد بناشد فضيلة الامام الاخبر الدكتور احمد الطيب ان الدين فيه قدر كبير من استسامح وبناشد الدكتور محمد المحرسوي رئيس الجامعة يعني رفقا بالبنت رفقا باهلها يعني انا بني حياة علمية كده لطالبة انا بناشده من رقفة واعادة النظر في القرار يعني ويتم رفع القرار لمكتب فضيلة الامام الاخبر وانا بقولك وقع عليها عقوبة باب العقوبات واسع ليه خدنا اقصى درجة كما انت بتعلم ولادنا ايه التطرف ان انا كطالب دلوقتي في الجامعة لما لايه اي فعل طالع بقى من اختي ولا بنتي ولا اي حاجة لما اكبر لا هروح واخد اقصى عقوبة وهي الاعدام لا طبعا لا طبعا ثم راعي سن التلميذة ده تلميذة لسه عيلة راعي ده عليك تراعي السن العقوبة على قد السن برضه يعني انت مش بتعاقب راجل كبير ولا ولا واحدة سبق لها الزواج ولا لا انت بتعاقب عيلة ساعة الجد وبالتالي انا بناشد متخذ القرار في جامعة الازهر مراعاة الظرف وان هو يوقع عليها جزاء رادع زي حرمان من الامتحان سنتين مثلا انجاز ليه الاقتراح وخلاص وهي دي العقوبة وعقوبة راضعة وزاجرة هل حد هيفكر بعد كده ان يحرم نفسه من الامتحانات لا الاجابة لا انا اتمنى النظر